بصفحة الأخيرة طبعا من صحيفة الجريدة بعنوان مركب الشركاء تستهيل الكاتبة زاويتها بالقول نجحت مواكب الذكرى الثانية لثورة ديسمبر التاريخية أمس الأول في إيصال رسالتها المهمة جدا من وجهة نظري بأن جذوة الثورة محروسة ومحمية بعين الله التي لا تنام وبقوة وعظيمة ثوارها الأشاوس فشلت قوة الثورة المضادة في مسعاها بإسقاط الحكومة الانتقالية لأن الشعب أعوى أوعى عفوا من الانجراف وراء الدعوات المبطنة ويصعب استياضه بشعارات ما عادت تجدي صدى وتستمير هانادي أصدق بالقول أشارع السوداني ليس متحمصا للانزلاق نحو المجهول نعم لتحقيق المسار المعووج وألف مرحب بتصحيح ومعالجة الأخطاء الجسيمة التي ارتكبت في حق الثورة والشهداء وبالمقابل لا وألف لا لمحاولات الالتفاف على الثوابت وفرض الرؤية الأحادية مع بعض القوى السياسية وواجهاتها المتعددة وتمضي الكاتبة بالقول ما شهدناه من تحليل سياسي لبعض المحللين السياسيين لا يعبر عن حقيقة الوضع بأي حال ولا يمكن أن يتم تقييم رأي الشارع من خلال بوستات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وجميعنا يعلم الظروف الحارجة التي تمر بها الفترة الانتقالية المليئة بالمطبات والمنعطفات الخطرة والتي بدورها جعلت بلادنا في حالة مخاض عصير وهي تنشد الوصول أو تنشد الوصول بسلام للتحول الديمقراطي وتختم هناد الصديق سويتها بالقول نتوقع من جميع الأحزاب التريف ووضع حد للتسابق المحموم والمجنون لحظ الكسب السياسي على حساب مستقبل الوطن ليس ممنوعا العمل المبكر للحجر الانتخابي ولكن يجب أن يضع الجميع في حساباتهم أن الخطوة القادمة يصنع الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي فالمواطن لم يعد قادرا على تحمل المزيد ويكفيه جدا ما يعيشه من الهزائم النفسية والمعنوية والمادية موسيقى